موسيقى يعتمد سرعة عمل اللقاح بسرعة الاستجابة المناعية عند شخص من متلقي اللقاح وتختلف سرعة الاستجابة هذه من شخص إلى آخر ولكن بالمتوسط تحتاج فترة لا تقل عن أسبوعين من تلقي اللقاح وتختلف هذه الفترة من شخص إلى آخر وبالنسبة لمدة المناعة لا زالت الدراسات السريرية قائمة في تحديد مدة المناعة المكتسبة من تلقي التطعيم وحتى هذه اللحظة بيّنت الدراسات أن المناعة لا تقل عن ستة أشهر وغالبا تستمر لمدة أطول من ذلك بكثير لكن حسب المعلومات المتوفرة حاليا هذه المدة المتوقعة تنقسم الفئات التي لديها الأولوية في الحصول على اللقاح إلى فئتين الفئة الأولى هي الناس المعرضين لمضاعفات شديدة من قبل فيروس سارس كوفي 2 أو مرض كوفيد 19 وهم الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة الفئة الأخرى هم الأشخاص المعرضين للفيروس بشكل مستمر من خلال طبيعة عملهم وهم العاملين في الصفوف الأولى وعلى رأسهم العاملين في القطاع الصحي فهذه الفئتين لديهم الأولوية في تلقي اللقاح وبعد استكمال أو أعطاء اللقاح لهذه الفئتين يتم التدرج من خلال باقي فئات المجتمع بحيث يكون الهدف النهائي هو أعطاء اللقاح لكل سكان دولة الكويت هناك حالة واحدة ضمن فئات الاستبعاد من تلقي اللقاح وهم من يكون لديهم حساسية ضد اللقاح أو ضد أحد مكونات اللقاح بينما هناك فئات منع جزئي نقدر نسميها مثلا المرأة المرضع أو الحامل أو من لديه حساسية مفرطة ضد أدوية تأخذ بالوريد أو في العضل هذه الفئات تحتاج تقييم قبل أخذ التطعيم لعدم وجود دراسات تثبت مأمونية التطعيم بشكل كامل فمثلا بالنسبة للمرأة الحامل حتى وإن كان من الناحية النظرية العلمية لا يوجد خطر على الجنين لكن لا زال تنقصنا الدراسات التي تثبت انتفاء هذا الخطر على الجنين فيجب تقييم الشخص ويكون على حسب الخطورة التي قد يكتسب فيها الفيروس من عدمه قد اختار الدكتور أعطاء التطعيم بناء على هذا التقييم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر